اشتركوا في القناة ممكن تبقى مختلفة شوية بالتأكيد طبعا مش هنبعد عن الأحداث وعلى المباراة المنتظرة المباراة المهمة موقعة الأهلي والرجاء يوم السبت اللي جايه هنتكلم عليها واطمينكم على الفرقة وهنروح ان شاء الله نشوف مع حضراتكم استعدادات النادي الأهلي وتمرينة الفريق النهاردة تمرينة يمكن هتبدأ كمان دقائية بسيطة جدا بس خليني في الأول قبل ما نروح للأهلي والرجاء يوم السبت أبتدي من انبارح من انبارح لأنه دايما الكرة مجنونة الكرة علمتنا انه ما فيش حاجة فيها اسمها توقعات الكرة علمتنا انه ما فيش حاجة دايما محسومة مقدما انسى الأسماء وانسى التاريخ وانسى السكواد وانسى اللعيبة وانسى الأسماء وانسى القيمة التسويقية وانسى ظروف المباراة وانسى البطوات وانسى كل حاجة انبارح شوفنا مطشين في غاية العجب المباراة الأولى طبعا كانت بين بار ميونيخ وبانفك وفياريال والمباراة دي كانت إلى حد كبير جدا لو سألت 101 قبل المطش مين اللي هيتأهل من المواجهة دي ناس كتيرة جدا 99% هيقولولك بير ميونغ طبعا وخصوصا أنه كانت خسارته في إسبانيا بنتيجة توقف سهلة أنها تتعود وقد كان وعود بالفعل لكن في الدقيقة 88 وهنا بقى نتكلم على حاجتين مهمين جدا في كورة القدم التركيز والإصرار سيبك من الإمكانيات الفنية وسبك من التكتك وسبك من الخطة وسبك من المهام اللي موجودة جوه الملعب التركيز على مدار 90 دي كل ما يتعلق بأي مواجهة كبيرة وإحنا عندنا مواجهات كبيرة جدا أتوقع إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بعد الأهل ما يتجاوز الرجاء بإذن الله إن شاء الله بإذن الله قدرين هيكون عندنا مواجهة كمان كبيرة جدا غالبا هتكون مع الترجي اللي حظوظه ممكن تبقى أفضل شوية لكن خلينا نروحش لبعيد خلينا مركزين في اللي جاي أكتر على الناحية الثانية كان عندنا مواجهة برضو حسابتها تقريبا محسومة ما فيش حد على الكوكب يتخيل إنه بعد مريال مدريد بجلالة أدرو وبعظمته وبألقابه وبنجومه بعد ما فاز على شلسي في ملعبه في لندن بنتيجة 3-1 يرجع ويكون خسران بنتيجة 3-0 وقد كان قاب قوسين أو أدنى زي ما بيقولوا من الخروج من بطولة أوروبا في واحدة من أكبر المفاجآت لكن طبعا ريمونتادة اللي عملها الريال وقدر يرجع طبعا بهدفين لرودريجو وبنزيمة رجعوا مرة تانية في البطولة لشان كده بقول لكم المواجهات الكبيرة دايما ملهاش حسابات وإنسى أي حاجة تتعلق بمقدمات ما قبل المواجهة لنتيجة ماتشاط ولا تدريبات ولا استعدادات المهم الحالة اللي انت هتدخل عليها المباراة والتسعين دقيقة مفيش كلام تاني هنتبع مع حضراتكم وهنتكلم على ماتش الأهلي والرجاء خليني بس في البداية أقول لحضراتكم مرة تانية كل سنة وانتوا طيبين ورمضان دايما دايما زي ما تعودنا بيبقى أحلى وأحلى هروح لفاصل وارجع أتكلم في موضوعين مهمين جدا موضوعين مرتبطين بتطوير مش عايز أتكلم على منظومة التحكيم بس لكن بشوفها واحدة من أهم الأصص المرتبطة بتطوير منظومة الكرة في مصر والكلام على التحكيم اللي أثار جدل كبير جدا جدا وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر مقصود أو غير مقصود على كتير من نتاج الكرة في مصر وعلى المسابقات المصرية خليني أروح أو تسمحولي أروح لفاصل وارجع أبدأ حلقة النهاردة من الأهلي في رمضان مع حضراتكم وندخل بقى في التفاصيل موسيقى موسيقى موسيقى